7-8-1-2-3-4 زكي يا ميغو هاي جونيا باركي تمام صاني يا واحد زكي يا بورحي عزم بي في المكتب مستنيكي جو ايش صاني يا واحد هديله خبر وارجعلك ماشي طبعاً طبعاً يا عدلبين لا 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 طبعاً من ساعدتو انا حبلاغ حاضر مع السلامة اه قريبتك جات معاكي طبعاً يا بابي جات روحنا بنعذر ولا ايه امال هي فين استني يا بره انت هالك لا انا هخرج لها عينا بنفسي هي فين اللي وقفه هناك اهي ايه رقاياك اه مش بطال مش بطال ابداً طبعاً طبعاً دعاء بيتة يا دعاء عزم بي صاحب الصلاة سلمي علي زاك يا دعاء ايه يا حبيبتي هي القطة كانت لسانك ولا ايه لا ابداً يا عزم بي ما عليش اسلها مكسوفة شوي مكسوفة مكسوفة لا مكسوفة من ايه احنا هنا ما عندناش كسوف اه احنا كلنا عيلة واحدة مش كده ولا هي يا دوندون طبعاً يا بابي حياتنا يا دعاء هنا كلها صهر وفرفاشر دا بكرا الامر دا يفك ويبقى زي الفل خلاص انا حسيب الحكاية دي عليك انت يا دوندون ميجو ايه يا رايس دعاء اه اخر العنقود في شجرة العيلة عندنا هنا عايزة تتدرب معاكو كويس اوامرك يا رايس يا حبيبتي عايزك بقى ايه تتدرب كويس النهاردة اول يوم لك معنا هنا عايزك بالنين تصاليني وتبداعي حاضر 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 يا عزنبيل يلا يا امر يلا تعالي معايا ماشي يا ترمبيل؟ اه فيه حاجة؟ لا مفيش طب سألتلي على بلاغات السرية اللي قلتلك عليها؟ سألت مفيش اي بلاغات عن سرية خردة او حديد ايه طيب شوف اجبوك سلام ايه مع السلام يا فنة تنة ازاكي ابي؟ رقوف جوه لو عايزة ايه حاجة انا مش جاية الرقوف انا جاية لك انتا خير لا ما تخافش مفيش حاجة بس انا كنت جنبك هنا وقلت توصلني معاك وانت براواحة بادري كده؟ لا اراحة الجرنول بس قلت بقى استغلك بدل زحمة المواصلات والتكسيات ها ممكن؟ ممكن ممكن يا ترى قريت جراية دي النهاردة؟ اه قريتها طبا مو؟ وقاريت بقى الموضوع بتاعي؟ الحقيقة لا ما انت عارف انا مبقراش جراية معارضة خسارة اصلي كان فيه موضوع مهم قوي وكان يهمني انك تقراه شميع انا قاني؟ اصلي كان بيتكلم عن سوق معاملة المتهمين جوا الاسم والتعذيب اللي بيتعرضولي وبصراحة بقى انا خدت فجرة الموضوع ده منك انت لما شفت الجدع اللي اسمه حاربي وبعدين معاك يا اماني ايه ابي؟ فيه حاجة؟ اه طبعا فيه في انك ناسي ان الشرطة في خدمة الشعب واهم حاجة بنعملها لخدمة الشعب ده اننا نحميه من المجرمين والمفسدين اللي بيهددوا امن المجتمع واو ده كلام كبير قبل ويا ترى بقى حاربي من المفسدين اللي بيهددوا امن المجتمع اه طبعا حاربي ده لسه خارج من السجن وتحت المرأبة اول حاجة عملها بعد ما خرج خناقة كبيرة في الحتة ضرب اثنين ثلاثة وكانا حيتسبك في المجزرة عشان كده بقى قبضتوا عليه؟ بالزبط كده يا طري بقى لسه محبوسة عندكم؟ ولا حاولتوا عن نيابة؟ لا دي ولا دي ايه؟ مات؟ لا أفرجتها عنا عشان تعرفي ان اخوكي قلبه طيب قلبك هو اللي احنين؟ ولا هو اللي طلع باري؟ احنا وصلنا الجريدة بطلي كنام بقى قدينة وصلنا افضل ينزلي وكفية كده يا اماني حاضر يا ابي اشوفك في البيت باي باي اماني بدامشي يبص عليك حاضر اماني ستاة الرئيسة عايزيكي ما قلنا حاضر في ايه؟ اماني ايه اماني انت كنتي فين؟ في ايه يا حاضر؟ مادام شهيرة قلب عليك الدنيا وعايزك تروح الى او ما توصل ما تعرفش في ايه؟ اش عايرف تروح الى او انت تعرفي حاضر حاضر يا فاند تحت امرك يا فاند عيجة مع السلامة ايه اماني كنتي فين كل ده؟ ابدا هو في حاجة؟ دي تلت مرة نعين بيه اتصل بيه ويسألني عليك نعين بيه؟ بيسأل علينا؟ وعايزك تطلعي له فوق مكتبه انا تطلع له مكتبه؟ ايه اماني حنوض نرغي مع بعض كتير الراجل ما بيجيش غليومين في الجريدة اتفضلي يلا اطلعينه بسرعة طيب مكتبه فانهي دور اخر دور يلا اتفضلي و that's the privilege اتفضلي هدرطك الاناسي امانيب ابدا 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 موسيقى مانيسا يميني؟ اي تفضلي معه لو سمحت موسيقى ادخل تفضلي موسيقى الخير؟ اي انا اماني اماني حسنين المصري مادام شهيرة قالتلي ان نعيم بيعايز يقابلني هو انت؟ موسيقى تفضلي أماني تعالي يا أماني أنا سعيد بيك جداً يا أماني أنت صحفية موجوبة وزكية وحيباليك مستقبل كبير قوي إن شاء الله متشكرة قوي يا فندي أنا مش عارفة أقول إيه دي شاد عتز بيها أنت عارفة أنا طلبتك ليه بصراحة لا مش عارف الموضوع اللي أنت كتبتيه أنا مبسوط منه قوي الموضوع دي بيدور على حق الإنسان المصري حقه المهضوم المبلوع من سنين طويلة وهو ده الهدف اللي أنا والجريدة وكلنا هنا بنسعى التحيي مع أنتكيش فكرة يا أماني يا بنتي أنا قد إيه ببقى سعيد وفخور لما ألاقي حد واقف في صف الناس الغلابة المطهنين بيدافع عن حقوقهم وبيفكر إزاي يرفع الظلم عنهم يا فندم إحنا تلامزت حضرتك وبعدين بصمات حضرتك البلد كلها بتشاهد بيها في مجال حقوق الإنسان وخدمة المجتمع أنا طول عمري بحب البلد دي أوي أوي بحبها وبحب ناسها بحب كل حاجة فيها إيه ده؟ تلسى أقفها؟ أعودي يا أماني أعودي يا أماني أعرف يا أماني أنا إنسان بسيط جداً العادي خالص ممكن الأقل من العادي بدأت من الصفر من أول السلم بدأت نفسي بنفسي يعني متولدتش وبقيم على أداب ولا حتى معلقة الحاس ولا حتى بالزاسة بس اشتغلت اشتغلت كتير عملت فلوس كتير أوي صروة كبيرة ما كنتش أحلم بيها بس للأسف لحظات السعادة الحائية كانت قليلة جداً في حياتي وده يمكن اللي خلاني قعدت مع نفسي وفكرت إيه اللي ممكن أعمله عشان عن أقل أسعد نفسي وقررت أن أعمل منظمة للدفاع عن حقوق الناس وكانت دي البداية يا أماني بس بعد شوية لقيت في حاجة نقصة صوتنا مش واصل للناس اللي احنا بنشتغل عشانهم وده اللي خلاني أعمل الجريدة الجريدة دي عشان تبقى منبر من خلاله صوتنا يقدر يوصل للناس أنا فخور بنفسي وبتفاع منيس غلط فخور إن حياتي كلها دلوقتي بقت لخدمة الإنسان والبلد والمجتمع المصر كله بس يا فندم الكلام اللي حضرتك بتقوله ده ممكن يعرض حضرتك والجريدة لضغوط ومشاكل كتير قوي مع السلطة أبعم تقين وهو ده اللي حاجبني في موضوعك لأنه لمس صميم الهدف نفسه وده اللي مخليني يساعد بك قوي يا أماني ما تتصورش حضرتك الكلام ده هيساعدني قد إيه في الوصول للهدف اللي احنا كلنا بنحلم به خدمة حقوق المجتمع والمواطن المصري وده اللي أنا المتوقعه منك عشان كده طلبت قابلك أنا عملت لك مكافأة أنت تستحقيها فعلا متشكري قوي يا فندم بجد أنا مش لأي أي كلام أقوله حضرتك بجد أماني أنا مش عايز كلام أنا عايز فعل أنا عايزك تكمل المشوار اللي أنت بدأتين تحت أمرك يا فندم